بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نرحبا بكم في سلسلة دروس ويندوز والتي نقدمها بواجهة فرنسية وواجهة انجليزية سنتعلم في هذا الفيديو كيف نقوم بتعطيل جهاز معين مرتبط بالحسوب او مثبت على الحسوب ما يسمى بالفرنسية وايضا اي ازالة جهاز بالصفة نهائية العملية بسيطة نذهب الى ما يسمى سابقا باستدعائه من هنا ننقر على شعار ميكروسول تقصد يسار اسفل ثم نكتب سابقا نكتب فقط سابقا فتظهر سابقا نضغط على كنترول فيفتح سابقا ننقر في الفراغ هنا بالزر على الفراغ ثم نختار عند اختيار نذهب الى الخيار الاول هنا امام هذا الدرع وننقر على ما يسمى بجسيونير دي بريفيريك نختار جسيونير دي بريفيريك فتظهر جميع الاجهزة المثبتة على حسوبنا هذه الاجهزة المثبتة على الحسوب كما تشاهدون كلها هنا كيف نقوم الان بالغاء مثلا هذه الكاميرا اريد ان اوقف عملها ساختار ساختار ديزاك تيفي وليس ديزاك تيفي ركزوا جيدا ساختار ديزاك تيفي بهذا الشكل هو سيسألني انا لن اقوم بالعملية هنا لانني احتاجها لكن ركزوا جيدا ديزاك تيفي يعني ايقاف عملية ديزاك تيفي ساقوم بحذفها من الجهاز ساحذفها من الجهاز ان لا تعمل بشكل نهائي وكذلك الاجهزة الاخرى يمكن ان اختار اما ديزاك تيفي او ديزاك تيفي بالنسبة للغة الانجليزية بنفس الطريقة لكن انتبه هنا الامر ليس عبث لانهم قد تتسبب في اعطاء بعض الاجهزة الحاسوب لهذا لا نقوم بيدي العملية الا اذا كنا نعرف فعلا ما نقوم وفي جميع الاحوال لا يحدث اي مشكل لان اذا عادنا تشغيل الجهاز وذهبنا فوقها وقمنا بطلب اعادتها للعمل تعود للعمل بشكل عادي ولكن من افضل ان لا نقوم بايقاف او حج جهاز الا اذا كان هناك سبب لذلك نذهب الى اللغة الانجليزية هنا ديس بيسي لمن يريد استدعاءه هنا فليكتب فقط ديس تي واشوائي بهذا الشكل يكتب تي واشوائي ثم تأتي ديس بيسي ولمن له على سطح المكتب فقد اختصر على نفسه ولمن يريد ان يخرجه الى سطح المكتب فهناك فيديو على القناة يشرح الطريقة هنا في الفراغ نلقر بالزر الى ما نفعله ثم نختار بقوبيتي ثم نذهب الى الخيار الاول ما ننشر هنا ونعم الدرع الخيار الاول هنا تظهر العجيزة بنفس الطريقة مثلا باتري هنا يمكن ان اختار اما يعني ايقاف او حذف هنا حذف نهائي مثلا برانتر هنا يمكن ان اختار يعني ايقاف مؤقت او حذف كان هذا كل ما يتعلق بطريقة ايقاف تشغيل جهاز او حذف ما يسمى بـ او ديزاك تيفي الماتيريال والى فيديو قادم شاء الله اشتركوا في القناة